مرحبا اليوم سيكون درسنا عن أدوات السؤال وكيفية تعمالها مع بعض الأمثلة نبدأ بأول واحدة تعني ماذا تعني من متى أين لماذا كيف وكيف وكيف أي وكيف أي للجمع وشلكس أي نوع مثلا منقول و سير دو يعني ماذا تقول أنت دو يعني أنت م عرد م يعني من عرد يعني هذا نور نور كم دي نور متى كم جاء دي هم بتصير الجملة متى جاءوا بور 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 دي بور أين بور يسكن دي هم بتصير أين يسكنون بور بور لماذا بور سا دو دي لماذا قلت هذا سا يقول دو أنت دي هذا بور وعنا بور 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 دي بور دن شلون أو كيف بور يعني يمشي هذا السؤال اللي أخدناه المرة الماضية بالغنية لما من نسأل حدا شو أخبارك من قلو بور 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 دي يعني أي يوم نحنا بالعربي هيك من نسأله بس هون بلكن يعني أي دي 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 عائدة على الدو فيلكت أور كوم دي فيلكت كمان أي أور عام كوم جاء دي بتصير جاءو ننتبه إلى الشغلة إنه هون لما استخدمنا فيلكن و فيلكت فيلكن لأنه الدو بالتعريف تبعه بياخد آئن فاستخدمنا فيلكن و فيلكت استخدمناها لأنه أور بتاخد أت أور فا بتصير فيلكن من أعطيها آئتين فيلكن أبلر فيل دوها هون استعملنا فيلكن لأنه الأبلر جمع لأنه التفاح كلمة التفاح لي هي أبلر جاءت مجموعة فيلكن أبلر يعني أي تفاحات هدول فيل دوها بدك فيل يعني يريد دو انت ها يعني يأخد و شلوكس و آر ده و يعني أي أو شلون كيف شلوكس يعني نوع و شلوكس بتصير شو نوع يعني هي تركيبة مع بعضا منقول مثلا و شلوكس أربايد عرده يعني شو نوع هاد العمل و شلوكس ماط عرده يعني شو نوع هاد الطام فهونا عم نقول و شلوكس فار عرده نحنا مستغربين شايفين الجو مثلا ماطر بالصيف عم نقول شو هالجو منقول و شلوكس فار عرده إن شاء الله تكونوا استفدتوا من درسي اليوم أصير بس فيه تذكري و إعادة لقاعدة كتير مهمة وهي هي أدوات سوال